اتصار جديد تسجله الكرة العراقية بتتويج المنتخب الأولمبي بلقبه الأول في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما بعد الفوز على نظيره الإيراني بركلات الترجيح ليصبح العراق رابع منتخب يحصد اللقب المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث كانت إيران البادئة بالتسجيل عبر حسين جوزدي في الدقيقة الثانية والثلاثين لكن الرد العراقي لم يتأخر حين تمكن حسين عبدالله لاوندي من إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول قبل أن تحسم ركلات الترجيح الفوز للمنتخب العراقي ولأسباب عديدة لا تخفى على الجميع فإن لقاءات الفريقين عادة ما تمثل أكثر من مجرد كرة قدم وهر ذلك جليا في الحشود الكبيرة التي ملأت ملعب المدينة في بغداد وفي الهتافات التي هزت جنبات الملعب أتاف أعاد إلى الهذهان للشعارات التي حملها متظاهر تشرين والتي جسدت رفض العراقيين الواضحة والصريحة للنفوذ الإيراني في بلادهم بنفس القدر الذي يرفضون فيه الوجود الأمريكي وتظهر مرة أخرى حالة الانفصال التام بين الشعب العراقي والقوى والأحزاب السياسية والميليشيات التي رهنت مصير العراق لطهران وفي ذكرى وفاة واحد من ألمع نجوم الكرة العراقية الكابتن أحمد راضي قدم لاعبه المنتخب الأولمبي الذين هيمنوا على الجوائز الفردية للبطولة بالحصول على جائزة أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل هداف قدموا لجماهير العراق هدية غالية على خصب لطالما مثلت مبارياته تحديا من نوع آخر تعكس حالة الجوار الصعب وندية التي تطبع علاقات البلدين على جميع الأصعدة ترجمة نانسي قنقر